تزايد في أعداد السعوديين المبتدئين في ممارسة رياضة الغولف من الكبار والصغار في الرياض العديد من أندية الغولف تستقبل يوميا عشرات الأطفال المشتركين لإجراء تدريباتهم الدورية بدأت ألعب غولف وصار لي كثير يمكن الآن 8 سنين صار لي ورسا جيت مع واحد من أقربائي هنا وقلت خلني أجر مني بخسران شيء واستنس وبذلك الوقت استغلت أنه فترة بصيف وقلت خلاص خلني أصير أجل كل يوم في الصيف ما حصيت اللعبة حلوة بعدين ممكن تشوف التلفزيون عليها حبيتها مرة ساعات طويلة يقضيها هؤلاء الأطفال في أندية الغولف بشكل شبه يومي مع الاتساع التدريجي لدائرة محبي هذه الرياضة في السعودية من زمان أنا موجود فأشوف حاليا بالذات العرب بدوي التفتون لها أكثر قبل يعني كان الملعب ويماني كان صغير متروس بالأجانب نادر تلقى عربي حتى غريب أنك تلقى أما الآن لا والله كثير حتى يعني من ناحية الإدارة بعد المكان صار كأنه يعني من نوفينا فاللعبة صراحة حلوة وممتعة واللي يتعلق في الغولف يعني صعب بيبدع أنها الجهود المستمرة لدعم رياضة الغولف في السعودية هو تنظيم البطولات بمشاركة أشهر الأسماء العالمية تسهم في تطوير هذه الرياضة في المملكة بالإضافة إلى تنميتها عالميا من خلال تقديمها لمناطق جديدة من الرياض نواف عزيز العربية ترجمة نانسي قنقر